موسيقى برحب بكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات الإسلام تحت المجهر الأول برحب بأختي فرحة أهلا بك يا مرينا وسلام المسيح لك وكل المشاهدين السلام ونعمة النهاردة حلقتنا يا فرحة بعنوان لو لم تزنبوا لذهب الله بكم يعني لو إحنا كويسين وحلوين هن يبقى متضايق الله هيكون متضايق ويفنينا أصلا فلازم لازم تكون نكون خطاء علشان يبقى مبسوط حضرته دلوقتي إحنا هنشوف أول حديث الكلام ده فين خلينا نشوف حديث في صحيح مسلم وطبعا عشاش هيكون كل التصحيح وكل حاجة أو الروي أبو هريرة بيقول والذي نفسي بيده لو لم تزنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يزنبون فيستغفرون الله فيخفر لهم استغفر الله العظيم طبعا هنا يعني ربنا أصلا ما بيحبش الخطيئة آه طبعا يعني ربنا مفروض للإله الحقيقي يكره الخطيئة الله يحب الخطاء لكن يكره الخطيئة يعني إيه يحب الخطاء ويكره الخطيئة؟ يعني لو واحد مثلا ابن عيان أنت بتحب ابنك بس بتكره المرض بتاعه صح فالله كده يحبنا حتى لو إحنا خطاء يحبنا ويبقى عايزنا نرجع للطريق بتاعه لكن محبش الخطاء مش عايزنا نحن نبقى خطاء علشان نستغفره فإيه يخفر لنا وعشان كده جاه عندنا دليل في الكتاب المقدس حب الله الخطاء زمية المسيح من أجلهم يعني حب الخطاء بس عشان الخطيئة بتاعتهم مات المسيح كفارة من أجل هؤلاء الخطاء صح طيب دلوقتي خلينا طب يعني مثلا حد يقول لي أنت مش فهمة الحديش صح راح في إسلام ويب يعني بيسألهم طبعا إحنا نحط التصحيح على الشاشة في إسلام ويب راحوا سألهم نفس السؤال فشوفوا الإجابة كانت إيه والاستلزام هذه الصفة الإلهية وجود المعصية في أفراد الأفراد البشرية والمعنى لو كنتم معصومين كالملائكة لزهب بكم وجاء بمن يأتي منهم الزنوب لألا يتعطل صفات الغفران والعفو يعني أنت دلوقتي صفات الغفران والعفو دلوقتي أنت خلقت مخلوقات وهو مفروض غافر اسمه الغفر الغفور الغفور طب انت هاخفر لمين دلوقتي فقال لك لو انتو ما ازنبتوش هفنيكو انا حساب الحديث دهوت خلاص واجيب قوم يخطأوا ولاجئة بقوم يزنبون فيستغفرون فيخفر لهم وقال اللي قاعد اليدل ايه البطلة حاجة غريبة جدا ليه ربنا عايز الناس تخطأ ولو انتو كويسين لا انا ما تعجبنيش كده طب ليه ليه ما اسابش الملايكة بقى اللي هي ام مش بيقول كده الملايكة هتبقوا زي الملايكة على فكرة الملايكة مش معصومين الملايكة هم مروا بالتجربة واللي نجح اللي هما اللي استمروا واللي سقط اللي هو كان مع ابليس يعني صح الملايكة مرت يعني الملايكة مش كائنات ما عندهاش ارادة الله لما يخلق كائنات بتعبده لازم يكون عندها ارادة وعقلة طبعا بس انا انا بتكلم مش انا مش ده اعتقادي اعتقادهم هما بيقولوا الا صاروا كالملائكة طب ما هو الملائكة دلوقتي اه ما احنا بنصحف لهم المعلومة اه الملائكة دلوقتي اهه ما بيخطؤوش ماشي وضعهم ايه وضعهم ايه كلام تحس انه ايه ملقبط على بعض معقد وعشان مش اله الحقيقي فمش عارفين ينثبتوها يعني هو فعلا لو كلام ربنا وافكار هذه افكار الهية وكل حاجة ما فيش حد يلاقي صغرة اصلا يتكلم فيها طيب في حديث مارينا معروف يعني من معظم المسلمين واحد اسمه ابو زر الغفاري والكلام ده جي في البخاري وحديث صحيح وجي في المسلم كمان على الفكرة ابو زر الغفاري ده او ابو زر الغفاري ده اولا قبل الاسلام كان اطاع طريق حرامي ماشي اللي بيتوبي يتوبي يعني ما فيش مشكلة بيقول اتيت النبي وعليه ثوب ابيض كان لبس ثوب يعني وهو نائم ثم اتيته وهو قد استيقظ نفسي انا مش فهمه يعني ايه عليه سوب ابيض يعني هتفدنا ايه كان لبس كده وبعدين وهو قام لبس برضو نفس السور راغي وخلاص راغي وخلاص فقال ما من عبد ده على طول الرسول اول ما استيقظ ام قال لابو زر ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنة قلت ده كلام ابو زر وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق قلت وان زنى وان سرق الراجل مش مش مستوع بالكلام قال وان زنى وان سرق قلت وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق على رغم ام فابو زر طيب يعني ايه وانزانة طب انا مش هشرح يعني مبدئيا هو الراجل كان مستغرب يقوله انزانة انسرك يقوله اه يعني بيأكد له ده راجل حرامي قبل كده يعني انت بتدي له الهنت كده حتى لو كنت زانته ساري يعني هو نفس مش احنا بس مش انا وانتي اللي مستغربين الراجل ابا زر ده نفسه كان مستغرب عملي يأكد عليه المعلومة اقومه كفاية لا لا الله دي يعني وبعده يقوله رغم انف رغم انفك اه رغم انفك اه اه هتخش الجنة طيب انشوف اه في الشرح بقى سأل النبي عن قوله ذلك وعما سمعه منه اه وسأل هو فاخبره قاله ان جبريل عليه السلام ظهر له في جانب ازيل حرام وبشره ان من مات من امته على التوحيد الخالص ولا يشك بالله شيئا ادخله الله عز وجل للجنة فقال النبي لجبريل وانزنى وانسرق يعني النبي كان بايه برضو مستغرب من جبريل وانزنى وانسرق فقال جبريل نعم وانشارب الخمر يعني جبريل بيطينها اكثر بيطينها وانشارب الخمر وانشارب الخمر والمعنى انه من مات على التوحيد فان مصيره الى الجنة وان اقترف الكبائر عشان كده المسلم عنده الكبائر دي كبائر ايه يعني كبائر ايه يعني انا انسانه وبغلطه مش عارف ايه بس انا كفاء علي لانا بقول لا الى الا الله محمد رسول الله هما في اعتقدهم ان ايه هروح جهنم ما هو ليسه هيقول اه بس يعني اعد خمسين الف سنة تلتبيت الف سنة عشربيت الف سنة كده يعني فهو فاكر ان ده الموضوع سهل وبسيط فبيقول فانه ينالوا ما ينالوا قبل ذلك من العقوبة يعني هيطلع الجنة بس العقوبة الا انه لا يخلط في النار ان دخلها ايه ولا يخلط ايه ولا يخلط انا عندي سؤال بسيط قوي يا مسلم عارف يعني ايه نار بالاسلام عارف يعني ايه يا مسلم انك تحط ايدك على المتجاز لمدة ثانية واحدة انت تتخيل انك هتخلط مش هتخلط في النار بس هتقعد خمسمائة الف سنة مثلا يعني ايه انت عارف يعني ايه خمسمائة الف سنة وبعدين بيوهمك انك بعد كده ما تتشوي هيطلعك او هتقعد في الجنة ايه ايه كلام ده هيطلعوا ايه وابتدي با العصاص و يزرع ويزرع و الميا تنزل على العصاص و هيكبر و الكلام ده انت هتبقي طلع من الجهنم عصاص صدلي ان نارينا مش هتمكن فيك حاجة أنا خمسمائة ألف سنة طلب عصعص العصعص لازم نوضح حلم شوية أيها اللي حقيقة شميد داليا الرسول قال كده أن العصعص يعني البناء أدم بيتاكل كله إلا حتى هو في آخر العمود الفقري ده ده ما يتاكلش ليه بقى؟ لأن لما في يوم القيامة هتصب مياه عليك نوع من المياه زي مية الحياة كده فده حينبت جسمك تاني المياه نزلة من العرش المياه اللي نزلة من عند العرش كده هتقوم مطلعك كده زي الشجرة زي ما بتزع أحنا مش عايزين نقول اللفظ بصراحة المياه دي بلاش بلاش أنت ممكن تبحث ورانا وتعرف الماء اللي هينزل من العرش ده إيه لكن برضو تعليقنا على الحتة اللي قلتيها يا فرحة أن اللي هيدخل الجهنة مش هيخرج يا جمعة الفرصة هنا عشان كده يا فرحة إحنا بنحب المسلمين إحنا عايزين المسلمين فعلا أنت راح حقيقة لأنها تدخل الجحيم أنت روحك هتبقى عارفة أن أنت في الجحيم ده أبدي مش هتخرج وفيش حاجة 20-300 ألف الكلام ده كلام فاضي صح ده حقيقي فلازم تفهم كده أن ده دحك على العقول محمد كان بيعمل كده عشان يجيب ناس يجيب ناس يسبتهم معاه بس ده كل الموضوع الشيطان عايز ياخد ناس معاه الجحيم خلينا نشوف الحديث اللي بعده في صحيح مسلم والروي أبو موسى الأشعري بيقول يجيء يوم القيامة ناس من أمثال ناس من المسلمين بزنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى فيما أحسب أنا قال أبو روح لا أدري ممن الشك وده فيه مسلم والروي أبو موسى الأشعري يبقى هنا أنا بأكد أن الله احنا بنتكلم أن لم تزنبه يعني الله والزنوب وتعاملات الله مع هذه الزنوب أنت عايزك تزنب لو ما أزنبتش هيزهب بيك وهنا بيقول لنا ده لو سرقت ولو زنيت وهنا بيقول لنا ده أنت كمان خلي بالك ده أنا هاخد زنوبك دي هاخفرها بس إيه هحطها على اليهود والنصارى طب أنا عندي سؤال في الحديد هو غفرها خلاص ليه يحطها على اليهود والنصارى ما غفرها هو مش قادر يعمل حاجة تانية غير إنه يحطها على حد تاني طب ما غفرها يمسحها أيوة يمسحها لكن أشالها من هنا أحطها هنا هو الله غير قادر إنه يغفر من غير ما يحط ما هم ما فيش كفارة بقى يعني ما عندهم مش مفهوم العدل والكفارة والهاجة طب أنا عم أتصرف في الزنوب دي إزاي أنا روح حطتها على طب وزنب المسيحيين والليهود مش المسيح خد خطيانا طب هو خد على نفسه هما رفضي لا رفضينا بس يحطوه علينا احنا شوفتي بقى يا طب ما يغفر خلاص لما مسلم ييجي يقول طب لما ربنا يغفر لك خطاياك وخلاص ليه المسيح ياخد الخطاياك طب ما قدامك الحديث لا والمسيح ده بإرادة الحرة حباً حباً فينا ودفع يعني دمه تمن شكراً لديك وضحت النقطة دي الإرادة الحرة هل أنا أخدتها يعني أنا ربنا يجي يحط علينا مش عايز أنا انت بتعمل كده ليه ده ضد العقل ولمش أنا اللي عملتها ده هو الأستاذ باشا ده هو اللي عمل الزنة وعمل الحاجات دي كلها أمثال الجبال شوف يقولك بسنوب أمثال الجبال شوف الجبال قد ايه روح واختها من عليهم يغفرها ويقولك تاب استنى وليه يبا هو مغفرهاش أصلا وليه يهود ونصر ولا عايز يجي نحي تلدينيين ولا يهودين ولا الملحدين بصي أنا بقولي أنه هو كان نظرته ضيئة يا دوبك شايف اللي حواليه صح هو دي العالم بالنسبة له بس اللي حواليه عبد أصنم برضو بتروح للمشركين المشركين ده موضوع تاني حيبقى يعمل لهم حاجة ده هيخد زنوب ناس تانية بالنسبة للحديث بتاعك اللي انت جبينه اللي احنا قلناه هنشوف شرحه في الدرر السنية بيقول إيه إن الله سبحانه وتعالى يمن على أهل الإيمان في الدنيا والآخرة وتمام ذلك بنجاتهم من النار ودخلهم الجنة وفي هذا الحديث يذكر النبي بعض مواقف الآخرة إيه فمنها إن الله عز وجل يأتي بأناس من المسلمين وعليهم زنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم برحمة منه وفضل متشكرين متشكرين يا الله وقوله وضعها على اليهود والنصار لا هنا مش متشكرين أبدا وضعها على اليهود والنصار بيقولك بقى طبعا الشرح والترقيع واخد بالك يحتمل أن يكون معناه إنه تعالى يزدهم عذابا فوق العذاب لما كانوا يفسدون ويخصهم بالعذاب على سوء أفعالهم طب ما كل واحد على قد فعله دون المؤمنين وإلا فإن الله سبحانه لا يظلم أحد طيب ما إحنا اللي بنقول كده ولا يعذب عنده أحد بزنب أحد يبقى هو بيعذب اليهود والنصارى بكل البلاو اللي هم عملوها بس إيه يفخمها شوية كده ويجيب بتوع فلا تزر وزر وزر أخر هم يقولوا الكلام ويقولوا العكس لكن لما أسقط سبحانه وتعالى عن المسلمين سيئاتهم وأبقاها سيئات الكفار صاروا في معنى من حمل اسم الفرقين دي معنى للحديث يا مارينة لا ده مش عارف يتكلب يبقى رسول الله مش عارف يتكلم هو كمان مش عارف يتكلم بيقولوا أي كلام لكونهم حملوا الاسم الباقي وهو اسمهم واحتمل بس كل حاجة واحتمل أن يكون المراد أثاما كان للكفار سبب فيها يعني إحنا السبب أن هم عملوا كده زنه واحد زنب مسلمة أنا السبب ليه أنا مالي واحد راح شرب الخمر أنا مالي ما أنت اللي بيعتيلي والله أنا ما بعتش ما ببعش أنا مثلا يعني مثلا أخليها في الزنة أنا بعتله الزنة برده لا طيب فتسقط عن المسلمين بعفو الله تعالى ماشي عم سواء كان ذلك قبل دخول النار أو بعد دخولها والخروج منها بالشفاع لأن من سنة سنة سيئة كان على أي مثل وزر كل من يعمل بها والعلى تخصيص اليهود والنصارى بالذكر لاشتهرهم بمعدات المسلمين شفت بقى في الآخر عايز يقول إيه يعني شفت السؤال اللي احنا سألناه شمعنا اليهود والنصارى الملحدين لا أليه طب ده أنت عارفة يا فرحة إحنا كمسيحيين يعني لما بنيجي نتكلم بنتكلم حبا في المسلم صحيح الملحد لما بيجي يتكلم كراهية كراهية فضيعة آه لكن أنا بنحب المسلمين طب وإحنا جبنا حاجة من عندنا لأ إحنا بنيرى كتوبهم هل ده كراهية هل إحنا بنكرههم المسيحي لا يكره أصلا بالزبط المسيحي يحب كل البشر وأيات محمد في مسيحي عمل مشكلة مع محمد لا وفي مسيحي ممكن يفجر نفسه في جامع في مسيحي ممكن يفجر نفسه في الشارع في مسيحي بيمسك رشاشات وبيعود يضرب في الناس زي ما احنا بنشوف ويقولوا يا هذا لا يمثل الإسلام فالمسيحي مسالم بطبعه بتعاليمه ما بيكرهش صح احنا بنحب كل البشر صح فيقولك علشان معادات المسلمين الله هاتلي الدليل لا الكلام ده كله كسي موسي هم حاسين يا انه مش عايزة أقولي الكلام ده حاسين انه المظلومية مظلومية ايه وانتو نظرات المؤامرة كل الناس بتتأمر عليهم زي ما الرسول كان شايف دايما ان فيه مؤامرات بتحصل عليه هو في دماغه كده لكن احنا يعني في نهاية الحلقة النهاردة فرحة بنركز على طبيعة الله الله يكره الخطيئة يا اخوة وما فيش حاجة اسمها انزنى وانساركة رغم أنف أبا زر وما فيش حاجة اسمها ياخد زنوبك يحطها لحد تاني ولو انت ما أزنبتش هيفنيك انت لازم تزنب كده لا طبيعة ربنا في الإسلام يعني بيشويه صورة الإله لو انت فاكر ان ده الإله ده تشويه يعني تشويه لصورة الإله فاحنا النهاردة وكمان ما فيش حاجة اسمها هيقعد خمسمائة ألف سنة ويخرج لا هتبقى أبدي نار أبدية واحنا بنقولك فكر ودي فرصة قدامك ان انت بتشوف برامج لو انت بتشوفنا دلوقتي فكر وصلي كلم ربنا بينك وبين نفسه انه يعرفك الحقيقة وربنا بيعلن عن نفسه وعن ذاته وربنا مش أصمه هيزبت لك نفسه لو انت من قلبك فعلا طلبت تعرف الحقيقة ونلتقي بكم في الحلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر